أين أبي؟ برزت هذه العبارة واضحة هنا كعمل إبداعي قدمه ناصر الطالب في المرحلة الأساسية والذي يجسد معاناة النازحين في المخيمات الفارين من رحل حرب التي خلفت الموت والدمار اختيار الأدوات البدائية لهذا العمل جعلت الفكرة تبدو أكثر وضوحا وصدقا أمام زوار المعرض الإبداعي الأول الخاص بإبراز مواهب الأطفال هذا المعرض أخذ قهد كبير وكان صح في وقت قصير ولكن أعمال ننظر لها بإقلال وبعظمها لماذا؟ لأن عقول الطلاب كانت دائما محصورة في التعليم لذلك أعطيناهم الفرصة حتى يقوموا بإخراج ما في أنفسهم وما في عقولهم مترجمة بهذه الاختراعات الجميلة في هذه الزاوية الخاصة بالتراث الشعبي وقفت آثار بجانب تلاميذها غير مخفية كلمات الإعجاب بما قاموا به من أعمال تستحق الاهتمام والكثير من التحفيز كان هدفنا الأساسي أن نخرج الطفل من حروب وأصوات الرصاص والنزاعات وحل المشاكل إلى حياة أفضل أرقاء إلى مستقبل تكون فيه معه إن شاء الله الاختلاف الحتمي لإبداعات التلاميذ الذين يشاركون لأول مرة في معرض الرسم يتيح لهم إطلاق مواهبهم والتعبير عن حالة الكبت التي خلفتها الصراعات إذ تبرز هنا في الأعمال الطينية التي صورت أصالة الفن اليمني ولو بأدوات تقليدية فحبنا نخرج الطلاب من جول الدم وجول الفتن وجول المشاكل إلى جول إبداع التنوع في الإبداع الذي قدمه الأطفال يبدو من أكثر الدلائل في حاجاتهم لمثل هذه الأنشطة التي تخلق لهم واقعا مغايرا للهروب من حالة الحرب والبحث عن الاستقرار لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان اشتركوا في القناة